أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لطالما حذرت من تداعيات العدوان الإسرائيلية على غزة وإدخال المنطقة في حرب إقليمية مشددا على وقوف مصر إلى جانب لبنان فيما يشهده من تصعيد وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي قال مدبولي أن الحكومة لديها خطط لمواجهة أي سيناريوهات محتملة بنعيش فترة شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية لم تشهدها المنطقة ولا العالم بدون مبالغة منذ عشرات السنين والتخوف أن هذه الظروف الاستثنائية تتصاعد وأنها تبدأ تدخل وتتاسع وتدخل فيها أطراف أخرى وللأسف ده اللي احنا بنواجهه النهاردة وشايفين حضراتكم دائرة الصراع بتادي التتاسع لتشمل منطقة لبنان وبتدينا نسمع أن بعض الفصائل اللي موجودة في دول أخرى زي العراق وسوريا يعني من الممكن أنها تدخل أيضا في الصراع وده اللي مصر من أول يوم في موضوع وأزمة غزة حذرت منه وقالت أن هذا الموضوع من الممكن أن يجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية كبيرة جدا وأن احنا نشهد حرب إقليمية وساعة النطقة